بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها السادة والسيدات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو الضرس السابع عشر من سلسلة الضروس المتعلقة بالمذهب الأشعري ورأينا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى يجوز في حقه فعل الممكنات كما قال ابن عاشير يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات ونبهنا على أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات ولا بالواجبات فالقدرة لا تتعلق بالواجب لأن الواجب كما قلنا هو ما لا يقبل النفي بحال فهو يقبل حال واحدة وهو الثبوت فالقدرة إن تعلقت بوجود الواجب لازم تحصل الحاصل فهو موجود وإن تعلقت بعدمه أي أن القدرة تعدم الواجب لازم قلب الحقائق لأن الواجب سيصير جائزاً الواجب سيصير جائزاً أي أنه سيعدم والمعروف أن الواجب هو الذي لا يقبل النفي ولا يقبل العدم إذن فالقدرة لا تتعلق بالواجب لأنها إن تعلقت بوجوده لازم تحصل الحاصل هذا كلام العلماء وإن تعلقت بعدمه لازم قلب الحقيقة أي قلب الواجب جائزاً ولا تتعلق بالمستحيل لأنها إن تعلقت بوجوده لازم قلب الحقيقة وإن تعلقت بعدمه لازم تحصل الحاصل فالمستحيل لا يقبل الإيجاد بالمرة فإن تعلقت القدرة قدرة الله إن تعلقت بإيجاده لازم قلب الحقائق أنه سيصير جائزاً مثال ذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلوق إلها مثله لأنه إن خلق إلها مثله سيكون مخلوقاً والشأن في الإله أن يكون قديماً أفزلياً وكذلك الشأن في إله أن يكون خالقاً وهذا مخلوق والشأن في إله أن يكون قديماً وهذا حادث إذن فهذا معنى قولنا قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيلات ولا تتعلق بالواجبات وكذلك يستحيل أن تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بأن يوجد زوجات له أو ولد له لأن هذا نقص في الألوهية والله سبحانه وتعالى منزهون عن الصاحبة ومنزهون عن الولدي وسأزيد هذه المسألة تفصيلاً في درس لاحقين بحول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة